بسنة 1969 كان معي صديق نشيد طلابي ولكنه هو مرح واجتماعي وأتذكر اسمه علي البار قال لي يا رجائي عم بطلعوا وقاعدين بهنوا بسبعة عشر تموس هذا بالتسعة وستين وكنا احنا في العراق بعد مرور السنة على ثورة تموس قلت له طيب قال خلينا نطلع على القصر الجمهوري منها من هني وبعدين ولائم عاملين وعزائم وطلب العرب رايحين وإلى آخرين وفعلا أنتوا رايحين على الولائم يعني على الجهتين على الجهتين فسحبنا حانا وطلعنا على القصر الجمهوري وين احنا تحاط طلبة الأردن تحاط طلبة اليمن دخلونا هلا للصدفة لما دخلنا القصر الجمهوري ودخلنا لقينا الرئيس المرحوم أحمد حسن البكر وجامبه الرئيس المرحوم صدام حسن كان نائبه موجودين وكان صدام نابس هالبدل البيضة احنا لما جينا بدنا نسلم وندخل عزف السلام الجمهوري فلما عزف السلام الجمهوري انجبرنا ووقفنا بجنبهم وكأنه احنا جايين يعني من هالقادي ولا احنا من الضيوف العراق طلعت الصور طلعت الصور بالتلفزيون وبالهذا وثاني يوم صرنا يعني في الاتحادات والطلاب يا بشود انتم مع الرئيس كنتم بارح أو هذا هلأ رحين يسألوا عنكم كل مخابرات العالم منو هذولا يعني أو شيء فهاي كمان من القصص الطريفة اللي أنا الحقيقة ما بنساها ما بنساها وكثير من هذا كانت حياة طلابية حياة نقابية حياة اجتماعية سعيدة بحيث انه يعني كان الكل جيد والدراسة قوية اشتركوا في القناة